أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كهل الموطنين تضمن أسبوع الخير عدداً من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع بالرعاية وذلك بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية استمراراً لجهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وتقديم كافة أوجه الدعم لرفع العبء عن كهل الموطنين أطلقت المنطقة الشمالية العسكرية أسبوع الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والذي تضمن عدداً من المبادرات لخدمة مختلف فئات المجتمع الأولى بالرعاية وذلك بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية وصدق أسبوع الخير مبادرة بلدك معاك التي تستهدف دعم أربعمائة شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بكافة المستلزمات المنزلية والأجهزة القهربائية لتخفيف الأعباء عن كهل الشباب المقبلين على الزواج ومعاونتهم في بدء حياة أسرية مستقرة كما تضمن الأسبوع جناحاً للقوافل الطبية والذي يستهدف تقديم الخدمة الطبية وكافة أجه الرعاية الصحية المتطورة في عدد من التخصصات الطبية لأكثر من عشرة آلاف أسرة وجناح لقادرون باختلاف لتقديم المستلزمات الخاصة بهم وبالمكفوفين والتي تساهم في دمجهم داخل المجتمع وشمل الأسبوع عدداً من المبادرات منها مبادرة أحسن صاحب لتقديم كافة سبول الدعم لذوي الإحتاجات الخاصة ومبادرة رجعين للمدارس لدعم الأبناء بالمستلزمات الدراسية ومبادرة بالهناء والشفاء لتوزيع مواد غذائية وسلع تموينية ولحوم طازقة على عشرة آلاف أسرة ومبادرة الكساء لتوزيع مائة وعشرين ألف قطعة ملابس جديدة لمختلف الأعمار وألقى اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر والقائمين على فاعليات أسبوع الخير من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المخلصين مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الفئات الأولى بالرعاية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب المصري العظيم ترجمة نانسي قنقر